اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي معاكم مستر علي السيد مدرس الدراسات الاجتماعية يلا بينا مع بعض نكمل جولتنا التاريخية ودرسنا النهاردة عن الدولة العباسية درسنا النهاردة هيشمل مجموعة من النقاط الاساسية زي تأسيس الدولة العباسية وهنتكلم عن اشهر خلفاء بني العباس وعن الفتوحات الاسلامية في عهد الدولة العباسية وكمان هنتكلم عن ضعف وسقوط الدولة العباسية يلا بينا في رحلتنا التاريخية نعرف مين هم العباسيين وبيرجع اصلهم لمين يرجع اصول العباسيين الى العباس ابن عبد المطالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم واستطاع العباسيين ان هم يسكتوا الدولة الاموية سنة 132 هجريا زي ما قلنا واعلنوا قيام دولتهم اللي هي الدولة العباسية واتخذ العباسيين من مدينة الكوفة عاصمة لهم في اول الامر وبعد كده انتقلت العاصمة من الكوفة الى مدينة الانبار ثم من الانبار الى مدينة بغداد واستمر حكم العباسيين اكتر من خمس كورون امتدت فيها الدولة العباسية الى حدود مترامية من ارمينيا شمالا الى النوبة جنوبا ومن بلاد ما وراء النهر شرقا حتى المحيط الاطلانتي غربا وطبعا المؤرخين قسموا الدولة العباسية الى مرحلتين او الى عصرين العصر العباسي الاول وده اطلق عليه العصر الزهبي من 132 هجريا ل232 هجريا طب لماذا اطلق على العصر العباسي الاول عصر القوة والازدهار لان الدولة العباسية حافظت على وحدتها واستقلالها وكمان اقام الخلفاء العباسيين اصلاحات في كافة المجالات اما العصر العباسي التاني اطلق عليه عصر الضعف والانهيار واللي استمر من سنة 232 هجريا حتى 656 هجريا لكن لماذا اطلق على العصر العباسي الثاني عصر الضعف والانهيار بسبب ضعف الخلفاء وظهور العديد من الدول المستقلة وكمان طمع الغزاة زي الصليبيين والتاتار في الدولة الاسلامية اللي كانت ضعيفة في الوقت ده يلا بينا مع بعض نشوف اشهر الخلفاء العباسيين ونشوف كمان ايه اعمالهم وهنبدأ كلامنا في الدولة العباسية عن الخليفة ابو العباس اللي استمر حكمه من سنة 132 الى سنة 136 هجريا ابو العباس هو اول خلفاء بني العباس وكمان اسس قواعد الدولة العباسية ونقل عاصمة الخلافة الى الكوفة ثم الى الانبار وجدد الطريق ما بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات لارشاد المسافرين تعالوا مع بعض ننتقل لاحد خلفاء الدولة العباسية وهو ابو جعفر المنصور اللي حكم من سنة 136 هجريا لسنة 158 هجريا ويعتبر ابو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية ليه؟ لان في عهده انتشر الامن والامان في كافة الدولة الاسلامية واستطاع انه يقضي على الفتن والثورات وكمان كان بيرائب الولاة ويحاسبهم بنفسه ويأسس مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة العباسية من اشهر خلفاء للدولة العباسية الخليفة هارون الرشيد اللي حكم من سنة 170 الى سنة 193 هجريا وفي عهد هارون الرشيد وصلت الدولة العباسية الى اقصى التساع عليها وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة وفي عهد هارون الرشيد انشئت القصور والحضائق والاسواق العامة وازدهر في عهده العلم وقرب اليه عدد كبير من العلماء وبعد وفاة هارون الرشيد تولى ابنه الخليفة المأمون اللي حكم من سنة 198 لسنة 218 هجريا والخليفة المأمون اسمه الحقيقي عبدالله ابن هارون الرشيد واللي اهتم بالعلم والعلماء وشجع الترجمة من الحضارات المختلفة واستطاع الخليفة المأمون انه يقضي على الثورات والفتن في الدولة العباسية وجه من بعده الخليفة المعتصم اللي حكم من سنة 218 لـ 227 هجريا الخليفة المعتصم اسمه الحقيقي محمد ابن هارون الرشيد واهتم بالجيش علشان يخلص ويقضي على الثورات اللي نشأت في عهده واستطاع المعتصم انه يحارب الروم وينتصر عليهم وفتح مدينة اسمها مدينة عامورية وبنى مدينة اطلق عليها مدينة سام الراء في العراق طلاب العزاء اتكلمنا مع بعض عن اصول الدولة العباسية وازاي اتكونت بعد سقوط الدولة الاموية وكمان اتكلمنا عن اشهر خلفاء الدولة العباسية وايه هي اهم اعمالهم معلوماتنا كانت كتيرة ومفيدة لكن دايما هنأكدها من خلال فقرة اكد فهمك حدد صحة او خطأ العبارات الاتية تعد مدينة البصرة العاصمة الاولى للعباسيين طبعا العبارة هتكون عبارة خاطئة لان مدينة الكوفة هي اول عواصم الدولة العباسية يلا سؤال كمان استمرت الدولة العباسية خمسة كرون متصلة العبارة عبارة صحيحة ممتاز ومعنا سؤال مختلف لمن تنسب الاعمال الاتية نقل مقر الخلافة العباسية الى بغداد طبعا هو الخليفة ابو جعفر المنصور اجابتكم صحيحة فتح مدينة عامورية وبنى مدينة سامراء كلنا اكيد افتكرنا الاجابة طبعا هو الخليفة المعتصم اعزائي الطلاب اتعودنا مع بعض في رحلتنا التاريخية ان الدول الاسلامية بتبدأ بحالة من حالات القوة ولكن في النهاية بتتعرض لحالة من حالات الضعف والانهيار يلا بينا مع بعض نشوف اسباب سقوط الدولة العباسية انتهت الدولة العباسية بسقوطها على يد المغول طيب تعالوا نعرف مع بعض اسباب السقوط اولا سيطرت العناصر غير العربية زي الاتراك والفرس على نظام الجيش والادارة بالدولة وطبعا لان الخلافاء العباسيين استعانوا بالاتراك والفرس مما شجحهم على الطمع في الحكم والسيطرة على الدولة من اسباب سقوط الدولة العباسية ايضا الصراع بين ابناء البيت العباسي على الحكم طبعا لان هما كان الخلافاء بيولوا اكثر من واحد في مناصب مختلفة طبعا بيرجع السبب الى تولية العهد لاكثر من واحد من اسباب سقوط الدولة العباسية تولى الحكم خلافاء ضعاف اعزائي الطلاب شفنا مع بعض ازاي بيكون الصراع على الحكم من اشهر اسباب سقوط الدول الاسلامية وكمان فكرة تولية العهد لاكثر من واحد بتؤدي الى ضعف الدولة وعدم وحدتها تعالوا نأكد مع بعض معلوماتنا من خلال فقرة اكد فهمك حدد صحة او خطأ العبارات الاتية اعتمد الخلافاء العباسيين في الحكم والادارة على العنصر العربي طبعا نفكر مع بعض ونقول اللي جابه بسرعة العبارة خاطئة لان الخلافاء العباسيين اعتمدوا في الحكم والادارة على العنصر التركي والفرس عبارة اخرى سقطت الدولة العباسية على يد الاستعمار الاوروبي العبارة عبارة خاطئة لأن الدولة العباسية سقطت على يد المغول ممتاز معنا سؤال كمان أسند خلفاء بني العباس ولاية العهد لأكثر من واحد طبعا كلنا هنقول مع بعض العبارة صحيحة ومعنا سؤال كمان تميز العصر العباس الثاني بكسرة الفتوحات الإسلامية العبارة خاطئة لأن العصر العباسي الأول هو عصر القوة والازدهار والفتوحات طلابي العزاء بنهاية فقر اتأكد فهمك انتهى درسنا النهاردة عن الدولة العباسية إلى أن ألقاكم على خير في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله